موسيقى دخول قوات ذرع الفرات إلى إدلب لاجتفاث الإرهاب ومظاهرات شعبية تندد بممارسات النصرة الانتربول يضع قائمة جديدة لمطلوبين من داعش وأوروبا تتخذ تدابير أمنية لمواجهة التطرف وجهود مكافحة الإيدز تؤتي ثمارها وتحذيرات من مقاومة العقاقير المضادة للفيروس أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري ادخلت دفعتهم من قوات ذرع الفرات إلى محافظة إدلب عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وسط اشتداد المعارك بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي بينما تزداد وطيرة الاشتباكات بين أحرار الشام وهيئة تحرير الشام أو ما يعرف بجبهة النصرة سابقا دخلت دفعتهم من قوات درع الفرات العاملة في ريف حلب الشمالي إلى محافظة إدلب بهدف اجتثاث الإرهاب من المدينة حسب ما قال قيادي في درع الفرات لأخبار الآن وبحسب الناطق الرسمي باسم أحرار الشام فإن الدفعة الأولى ضمت 150 مقاتلا مشيرا إلى إمكانية وصول دفعة أخرى من ريف حلب الشمالي خلال الساعات القادمة يأتي ذلك بعد أن شنت هيئة تحرير الشام هجوم واسعا على منطقة بابسقى المشرفة على معبر باب الهوى سعيا منها لسيطارات عليه وبحسب مراسل أخبار الآن فإن مقاتلي أحرار الشام تمكنوا من صد الهجوم وكبدوا مسلحها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح تحدث مراسل عن اشتباكات في مناطق جبل الزاوية مشيرا إلى أن هيئة تحرير الشام زجت بتعزيزات عسكرية ضخمة وهاجمت بلدة كفرحاية وسط اشتباكات استمرت لساعات عدة كما احتدمت الاشتباكات بين الطرفين قرب بلدة سرمدة قتلت إثرها طفلة وجرح خمسة أشخاص وفي بلدة عقربات الحدودية دارت اشتباكات عنيفة تمكنت هيئة تحرير الشام خلالها من السيطرة على البلدة عقب انسحاب مسلح أحرار الشام منها وفي السياق أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن هيئة تحرير الشام ارتكبت أعمال قتلا بحق المدنيين بالإضافة للتضييق والملاحقة مدينا تلك الاعتداءات وعبر الائتلاف عن رفضه لأي توجهة أو أفكار تتناقض مع مبادئ الثورة مطالبا جميع الفصائل بتوحيد الجهود لمواجهة القوى المتطرفة وجرائم النظام والميليشيات الداعمة له وتعليقا على الموضوع قال يحيى مكتب يعضو الائتلاف الوطني السوري المعارض إن الشعب السوري يرفض جميع الممارسات التي تنتهجها جبهة تحرير الشام مضيفا في مداخلة مع أخبار الآن أن المستفيد الأوحد من الهجوم الذي تشنه ما تعرف بجبهة النصر سابقا هو نظام الأسد وإيران هذا الهجوم الذي تقوم به هيئة تحرير الشام التي تواجه رفضا شعبيا كبيرا جدا يتمثل في المظاهرات التي خرجت خلال الفترة الماضية في العديد من المدن والنواحي في محافظة إدلب ككفر روما وكفر نبول وجرجناز وغيرها الشعب السوري بطبيعة الحال يرفض هذا الشكل من التطرف والإرهاب إضافة إلى عملية التسلط والاستبداد التي تقوم بها هيئة تحرير الشام حقيقة هذا الهجوم نجد أن المستفيد النهائي منه هو نظام بشار الأسد الذي يمارس الإرهاب والذي رعى الإرهاب ويسر له نشوءه واستمراره نظام بشار الأسد ومن وراء إيران بالتأكيد في حال استطاعت هيئة تحرير الشام السيطرة على المناطق المحررة ستؤكد رسالتها وكأن نظام بشار الأسد هو الملاك وهو الذي يقاتل نيابة عن العالم بأسره ضد التطرف والإرهاب وتنديدا بممارسات هيئة تحرير الشام خرج أهالي عشرات المدن والقرى في إدلب وحلب وحمص بتظاهرات تطالب بوقف اعتداءات النصرة وقتل المدنيين بحسب ما نقلته وكالة سمارت نيوز وجابت المظاهرات شوارع مدن وبلدات بنش وصراقب ومعارة النعمان وجرجناز في ريف إدلب أما في حلب فشهدت مدينة الباب وجرابلس مظاهرات مؤيدة لمطالب أهالي إدلب الأمر الذي تكرر في مدينة تلبيسة في ريف حمص حضرات من الضواجة موسيقى موسيقى الى ذلك شن الطائرات الأسد قصفا جويا على قرية النعمية في ناحية عقربات وسط سوريا أسفر عن قتل أسرة كاملة مكونة من أبوين وطفل همام وألقت مروحيات الأسد براميل متفجرة على القرية كما شن الطائرات حربية يرجح أنها روسية أكثر من خمسين ضربة جوية على قرى ناحية عقربات من دون تسجيل إصابات ما تزال المعارك مستمرة بقوة في شرق العاصمة دمشق حيث تسعى قوات الأسد للسيطرة على حي جوبر وعين ترما من جانبها تصد قوات المعارضة السورية جميع محاولات قوات الأسد في التقدم وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي دخان كثيف لا شيء يعلو هنا على صوت الرصص الاشتباكات هي الأعنف بين قوات تابعة لنظام الأسد وفصائل المعارضة السورية هذه إحدى جبهات القتال شرق العاصمة دمشق في حي جوبر وعين ترما تفشل قوات المعارضة السورية محاولات القوات التابعة لنظام الأسد في التقدم وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد سبات عالي وهم عالي خير الله بإذن الله يعني الروس وإيران وحزب الله لا تملك قوات المعارضة السورية الكثير من الوسائل لمواجهة طائرات نظام الأسد والتي لا تفارق الأجواء فلجأت إلى إشعار إطارات علّها تحجب الرؤية لو قليلا عن طائرات النظام الحربية بينما يقوم أبو عمر باستهداف آليات تابعة لقوات النظام مستخدما قذائف الأربيجي تفشل قوات الأسد في تحقيق أي تقدم رغم استخدامها سياسة الأرض المحروفة في محاولة يأس منها للسيطرة على حيث جوبار لكن فصائل المعارضة السورية لا تزال صامدة وتفشل كل محاولات قوات الأسد التصعيد الذي يصير على جبهات الغوطة الشرقية نفس التصعيد الذي صار في بلدات الدارية والآبون والهدف من ذلك تحجير قصري يشكل حي جوبار هاجس رعب لنظام الأسد بسبب قربه من العاصمة دمشق لذلك تحاول قوات الأسد بكل الوسائل السيطرة على هذا الحي الاستراتيجي لإبعاد المعارضة أكثر عن أحياء العاصمة دمشق لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصلا قصير أحييكم من جديد أعلنت الشرطة الدولية الانتربول قائمة من 173 إرهابيا ينتمون إلى داعش يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا انتقاما للهزائم التي تعرض لها التنظيم في الشرق الأوسط وتعتقد دول أوروبية عدة أنه مع تراجع داعش في العراق وسوريا فإن مخاطر شن متطرفي التنظيم لهجمات في القارة تتزايد لا سيما مع عودة بعض المتشددين الأوروبيين من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى بلادهم ووفقا لتقرير نشره المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أعلنت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من التدابير في مجالي الأمن والدفاع وحددت التدابير المتخذة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة التطرف والتهديد السيبراني الزميلة ميسون بركة والتفاصيل شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة في فيسبوك ويوتيوب وتويتر ومايتروسوفت أعلنت شهر الماضي أنها تشكل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف المحتوى المتطرف من منصاتها في استجابة لضغوط من حكومات أوروبية بعد سلسلة هجمات شنها متشددون وقالت الشركات أنها ستتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوى الإرهابي وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة الإرهاب هذا وتوالت الضربات الألكترونية ضد داعش خلال عامي 2015-2016 لتقوم أجهزة الاستخبارات الأوروبية والدولية بغلق أكثر من 235 ألف حساب على تويتر مع رصد أكثر من ألفي تدوينة على أكثر من 52 منصة ألكترونية وتم إغلاق 70 قناة لداعش على تليجرام كانت تبث أو تبث بـ 12 لغة مختلفة بالإضافة لتراجع أعداد المتابعين لـ 300 متابع للحساب الواحد ورغم تراجع التنظيم على الأرض وفي معاقله فإن خبراء الأمن والمعنيين في الجماعات المتطرفة تجمع بأن الدعاية المتطرفة لتنظيم داعش على الإنترنت لا تقل أهمية عن أنشطة التنظيم على الأرض بل كانت وسيلة فاعلة في كسب الشباب وسلب عقولهم خاصة في دول أوروبا وهذا ما جعل الدعاية المتطرفة تتصدر اهتمام دول أوروبا والمفوضية الأوروبية وتضع سياسات وقوانين جديدة لمواجهة التطرف على الإنترنت قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس إنه يعتقد أن الزعيم داعش أبو بكر البغدادي ما يزال على قيد الحياة وضف ماتس أن ما يمكن أن يدفعه للاعتقاد عكس ذلك هو أن تؤكد واشنطن قتله مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تلاحق البغدادي في مصر أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قتل ثلاثين فردا من التنظيمات الإرهابية في سلسلة ضربات جوية نفذها الجيش لليوم الرابع على التوالي وكد المتحدث إلقاء القبض على خمسة من المتشددين وتدمير 12 عربة يستخدمها المتطرفون وذكر بيان أن قوات الجيش فرضت حصارا محكما على البؤر الإرهابية بمدن العريش والشيخ زويت ورفح كما نفذت عمليات دهم أرضية بالتعاون مع القوات الجوية أكدت الكويت أن ميليشيات حزب الله اللبناني تمثل تهديدا لأمن واستقرار البلاد وأن علاقته بأفراد خلية العبدالي الإرهابية تعد تدخلا سافرا وخطيرا في الشأن الداخلي للكويت وأوضحت الخارجية الكويتية في خطاب موجه إلى نظرتها اللبنانية أن حكم محكمة التمييز الكويتية أثبت مشاركة حزب الله في التخابر ودعم أفراد خلية العبدالي بغرض القيام بأعمال إرهابية لهدم النظم الأساسية للكويت وطالبت الخارجية الكويتية الحكومة اللبنانية بممارسة مسؤولياتها تجاه تصرفات حزب الله غير مسؤولة قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن التوجه الإيراني في الخليج العربي أساسه خاطئ وكد قرقاش أن تصريح إيران بأن لديها أفضل العلاقات مع ثلاث دول خليجية قد تدعى بفعل تدخل إيراني في الشأن الكويتية من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي عدل إجبار أن إيران ترعى الإرهاب وتؤجج خطاب الكراهية مشيرا إلى أن طهران تتطرف في الشؤون الداخلية وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة إيران هي التي تتدخل في شؤون بلادنا وإيران هي التي تؤجج الطائفية وإيران هي التي ترعى الإرهاب وتزرع الخلايا الإرهابية في بلادنا إيران هي التي تنتهك الاتفاقات الدولية فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية والإرهاب وليس العكس إيران هي التي أرسلت حرسها الثوري إلى سوريا والعراق واليمن وهي التي تهرب الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين واليمن عذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من إجراءات جديدة وجدية وصفها بالخطيرة ما لم تطلق صراح جميع المعتقلين الأمريكيين في سجونها وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي حث تهران على إعادة الضباط بل الضابط الأمريكي السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران منذ نحو عشر سنوات قالت الأمم المتحدة إنه ينبغي إثناء المهاجرين وطالبي لجوء من غرب أفريقيا عن الذهاب إلى ليبيا وهي نقطة المغادرة الرئيسية إلى أوروبا وغالبا ما يتعرض المهاجرون للانتهاكات والاحتجاز على أيدي المهربين ونشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول المانحة توفير بدائل مجدية للناس الذين يخذون رحلات خطيرة بالقوارب من أجل الوصول إلى أوروبا أكثر من مائة وعشرة ألف مهاجر ولاجئ وصلوا بحرا إلى جنوب أوروبا هذا العام بحسب ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحتى الآن وفد 92 ألفا منهم إلى إيطاليا في مغرق 2360 شخصا على الأقل وتوفي عدد غير معروف في الصحراء الكبرى وهم يسعون للوصول إلى ليبيا وقال مبعوث المفوضية الخاص لمنطقة البحر المتوسط إن المهاجرين يجب أن لا يذهبوا إلى ليبيا لأن المفوضية لا تعلم عدد الذين يفقدون حياتهم في مراكز الاحتجاز التي يديرها المهربون ولكن عندما تجري مقابلات مع الناس في إيطاليا تسمع حكايات مريبة عن المفقودين وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي إن بلاده تدرس إصدار تأشيرات سفر مؤقتة تسمح للمهاجرين بالسفر في أنحاء الاتحاد الأوروبي في إجراء يهدف للضغط على الدول الأخرى بالاتحاد لبذل المزيد من الجهد للمساعدة في تخفيف أزمة المهاجرين وزادت المفوضية المبلغة التي دعت لتوفير ليصل إلى 421 مليون دولار بهدف تمويل استراتيجيتها في دول المنشأ والعبور بأفريقيا وجنوب الصحراء وريمال أفريقيا وأيضا الوجهات المستهدفة في أوروبا وقال مبعوث المفوضية الخاص لمنطقة البحر المتوسط إن بين سبعة وتسعة ألاف مهاجر ولاجئ يكونون محتجزين في ليبيا في أي وقت من الأوقات منهم من هم داخل مراكز احتجاز وتبع قائلا إن البقين في ليبيا يحتجزهم المهربون داخل ما تسمى دور اتصال أو مخاز وتعرضون في الغالب لكل أنواع الانتهاكات وأوضحوا أنه في دول أفريقيا جنوب الصحراء ومنها النيجر تهدف المفوضية لمساعدة الساعين للجوء في الوصول لإجراءة اللجوء وزيادة الوعي بمخاطر السفر إلى ليبيا أعلن البيت الأبيض استقالة ناطق باسمه شون سبيسر احتجاجا على اختيار مسؤول للإعلام بمقار الرئاسة الأمريكية وفي مؤتمر الصحفي أكدت نائبة سبيسر خبر استقالته وقرأت للصحفيين بيانا باسم رئيس البلاد أثنى فيه ترامب على خدمة سبيسر ومعلنا تعيين مستشاره سكارا موتشي مديرا لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير ارتفاع نسبة الإصابة بجلطات القلب قبل سن الخمسين في السعودية أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مغتراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطلع منها تطبيق من أمازون سينافس واتساب جاء في تفاصيل الخبر كشفت شركة أمازون أنها تعمل على تطوير تطبيق جديد للتراصل سينافس واتساب يمتلك التطبيق الجديد كثيرا من الركائز الأساسية الموجودة في تطبيقات التراصل الأخرى مثل خاصية تشفير الرسائل والرسائل الصوتية والفيديوهات والملصقات واخترنا لكم مشاهدين الكرام من صحيفة الحياة أمازون تطلق خدمة تواصل اجتماعي لأجهزة أبل كشفت شركة أمازون عن إطلاق خدمة للتواصل الاجتماعي تحمل اسم سبارك وتسمح للأعضاء بعرض وشراء منتجات على منصاتها في خطوة واضحة من عملاق التجزئة الإلكترونية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جوجل تعيد إحياء نظراتها لكن بنسخة للشركات بعد سنتين ونصف السنة على إخفاق جوجل جلاس أعادت المجموعة الأمريكية إطلاق نظرات موصولة لكنها خصصت هذه المرة للشركات وكان عملاق التكنولوجيا علق قبل سنتين مبيعات هذه النظرات المثيرة للجدل بسبب كاميراتها التي يمكن تشغيلها بحركات بسيطة وأحيانا بمجرد رفة عين ما أثر مخاوف بشأن حماية الحياة الخاصة ومن صحيفة الغد الأردنية مشاهدين نقرأ جوجل ينافس فيسبوك بإضافة خاصية آخر الأخبار تعمل شركة جوجل على إضافة خاصية جديدة لتقديم آخر الأخبار لصفحاتها الرئيسية على غرار موقع فيسبوك ما يسمح للمستخدمين برؤية المحتوى الذي قد يهتمون به قبل البحث ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية وفيسبوك تطور هاتفا ذكيا جديدا يمكن فكه وتركيبه مرة أخرى تبحث شركة فيسبوك هذه الفترة تطوير هاتفا ذكية حديثة يمكن فكها وتركيبها مرة أخرى واستبدال أجزائها الشركة قدمت براءة اختراع نشرت حديثا تكشف أنها تطور جهازا جديد مع وحدات الكهرومغناطيسية التي من شأنها أن تخفف من مشكلة إهدار الإلكترونيات التقليدية التي يشتريها المستهلكون ثم تخلص منها عندما يعفى عليها الزمن بعد بضع سنوات نعود مشاهدين كرام إلى أخبارنا وفيها أيضا أكدت الأمم المتحدة أن الحرب على مرض الإيدز تؤتي ثمارها بعد أن أصبح أكثر من نصف المصابين بالمرض الآن يتلقون العلاج في المقابل قالت منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع مستويات المقاومة للعقاقير المضادة لفيروس الإيدز قد يقوض التقدم الواعد في المعركة ضد المرض المناعة الإيدز تؤتي ثمارها وتنجح في خفض عدد الوفيات المصابة بالفيروس القاتل إلى النصف بعد أن وصل العلاج إلى أكثر من 40% من المصابين في العالم إلا أن مقاومة مضادات الفيروس قد تقوض الجهود ما لم تتخذ الدول إجراءات تحديث لعقاقيرها بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية المنظمة الأممية وفي آخر تقاريرها أكدت أن مقاومة العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب قد تقوض جهود معركة مرض الإيدز ما لم يتخذ إجراء فعال في وقت مبكر بحثون منظمة وجدوا أن أكثر من 10% من المصابين بالفيروس المصبب لمرض الإيدز ممن بدأوا يتلقون مضادات للفيروسات لديهم سلالة من الفيروس مقاومة للعقاقير الأكثر استخداما الباحثون وجدوا أن المرضى الذين تطورت لديهم مقاومة للعقاقير يفشل معهم العلاج وترتفع لديهم مستويات الفيروس في الدم وقد ينقلون هذه السلالات المقاومة للعقاقير إلى آخرين المنظمة ترى أن التحول إلى أنظمة علاجية مختلفة للحد من انتشار المقاومة هو الحل لمواجهة الجهود المبذولة في مكافحة المرض وتنصح الدول المعنية بمراجعة برامجها لعلاج الفيروس بمجرد وصول النسبة إلى 10% تحذيرات المنظمة الأممية أتت بالتزامن مع إعلان برنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب بأن الحرب على المرض تؤتي ثمارها وأن أكثر من نصف المصابين بالمرض يتلقون العلاج برنامج الأمم المتحدة كشف بأنه في سنة 2016 كان 19 مليون وخمسمائة ألف مصاب من أصل 36 مليون وسبعمائة ألف مريض بالفيروس لديهم القدرة على الحصول على العلاج ما تسبب بانخفاض الوفيات المرتبطة بالإيدز إلى مليون وفية بعد أن كانت نحو مليونين في 2005 تلك الجهود الأممية تفقى مستمرة في إيصال العلاج لمصابي المرض إلا أن تطوير المضادات ستمنع من حدوث 135 ألف حالة وفاء إضافية و105 ألاف حالة إصابة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة كما أنها بحسب الصحة العالمية ستوفر نحو 650 مليون دولار خلال هذه الفترة كشف أطباء عن ارتفاع احتمالية إصابة السعوديين بالجلطات القلبية مبكرا في سن الخمسين أكثر من غيرهم في دول العالم لارتباط ذلك بأسلوب الحياة اليومية سهر في الليل ونوم في النهار ووجبات طعام سريعة غالبا ما تكون غير صحية حركة قليلة وكسل أكثر أسلوب الحياة هذا قد يكون روتينيا وعاريا لدى كثير منه خاصة أيام العطلات لكن هل تسألنا يوما عن أثر ذلك على صحتنا؟ جمعية القلب السعودية أجرت دراسات عدة بيّنت أن السعوديين يعانون أكثر من غيرهم من ارتفاع الكوليسترول والسكر وضغط الدم وللأسف الشديد سكان السعودية معرضون للجلطات القلبية عشر سنوات أبكر من سكان أوروبا أي في سن الخمسين تقريبا وقال استشاريون في أمراض القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني أن السبب وراء ذلك يرجع الانتشار السمنة وزيادة معدل الإصابة بالأمراض المزمنة بالإضافة إلى العدد الكبير للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ودع الأطباء إلى الوقاية من أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول بالحرص على النوم مبكرا ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا والتقليل من كميات الطعام المستهلكة وتوزيعها إلى 5 أو 6 وجبات وأن لا تتجاوز السعرات الحرارية للإنسان البالر يوميا 2500 سعر حرارية والمشي يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل بخطوات متسارعة أو تعويضها بالمشي ساعتين أو أكثر خلال يومي الإجازة ولفت استشاري القلب إلى ما أكدته دراسات الملاحظة العلمية من وجود ارتباط وثيق بين زيادة الوزن والسهر ليلا حيث أن النوم المبكر مهم للحفاظ على معدل الاستقلاب الغذائي داخل الجسم بصورة طبيعية خلص تقرير بريطاني حديث نشرته لجنة متابعة مرض الخرف في مجلة لانسيت الطبية إلى أن تعديل بعض العوامل الحياتية للإنسان في وقت مبكر يمكن أن تعيد عنه تبعد عنه خطر التعرض للخرف مع تقدمه في السن وذكر الباحثون أن العوامل الأساسية التي تبقي الخرف بعيدا تركز على التعليم والابتعاد عن التدخين والسمع وممارسات الرياضة وفي أخبارنا الرياضية أعلن نادي تشيلسي رسميا ضم مهاجم ريال مدريد الفارو موراتا بصفقة قياسية بلغت سبعين مليون جنيه استرليني ولمدة خمس سنوات وقالت تقارير سكاي سبورت إنه من المقرر التحاق موراتا بمعسكر الفريق في سنغافورة خلال الساعات المقبلة بعيدا عن الرياضة وفرت إحدى حدائق الحيوانات في الصين كميات أكبر من الماء وأجهزة التكييف لنحو 200 من الحيوانات واتخذت الحديقة هذه الإجراءات عقب ازدياد درجات الحرارة في تشونك تشينغ غرب الصين وبلوغها 35 درجة مئوية وقال مسؤولون في الحديقة إن التدابير اتخذت وفقا لأنماط الحياة المختلفة والعادات الغذائية الخاصة بالحيوانات وفي خبرنا الأخير سيشاهد الزوار في معرض في لندن النسخة مقلدة من الديناصورات روبوتية كانت على قيد الحياة قبل ملايين السنين تهدف إدارة المعرض من عرض هذه المجسمات إلى زيادة الوعي حول الحيوانات التي انقرضت والتي تواجه خطر الانقراض في الوقت الحالي وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين دخول قوات درع الفرات إلى إدلب لاجتثاث الإرهاب ومظاهرات شعبية تنادد بممارسات النصرة الانتربول يضع قائمة جديدة لمطلوبين من داعش فأوروبا تتخذ تدابير أمنية لمواجهة التطرف وجهود مكافحة الأيز تؤتي ثمارها وتحذيرات من مقاومة العقاقير المفادة للفيروس بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني وتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ممكنكم أيضا متابعة باتنا المباشر في ذات الموقع إذن أعود وألتقيكم مشاهدين كرام بعد قل من نصف ساعة في مجزة الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة